التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الهتمام المشترك في ضوء تطورات الإقليمية والدولية الراهنة وسبول تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الإقليمية والدولية الراهنة وسبول تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة التي تربط بين القوات المسلحة لكل البلدين وقدم قائد القيادة المركزية الأمريكية التهنئة للفريق أول عبد المجيد سقر متمنيا التوفيق في مهام منصبه الجديد مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون العسكري خلال المرحلة القادمة ومشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والذي قدم التهنئة في بداية اللقاء على تولي مهام المنصب الجديد وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين في كافة المجالات حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة موسيقى